طيب النهاردة فترة الناشئين عدت كابتن جوهر جابك وانت مصاب وانت فين ودور عليك علشان تطلع وتكون موجود في الدرجة الاولى فاكر اول تمرينة لك بقى مع الفريق الاول في ملعة مختار التيتش فاكره طبعا مش دي اصل دي يعني ايه حاجات فصلة طبعا يمكن اول تمرينة كان اختيار من فرقة الواحد وعشرين سنة كان انا وصامة عباس وضي السيد وصامة عراضي وكان اصلا بقى طهرة وزيد موجود علاقة ميهوب موجود شو موجود يعني دول كانوا تصعدوا قبليكوا بشوال اه متصعدوا يعني دول رسمي فا موجود فحتى اللعيبة بتاعته الواحد وعشرين كان فيه لعيبة مش اقول ان دول احسن مني فبعض اللعيبة بقى انت بيقولولي بقى في اول تمرين بقى انت اللي مش في دماغك وغيبه بتاعته يبقى اول واحد اعتبرت ايبت في المجموعة كلها وحتى كان فيه معسكر كنا طلعين معسكر المانيا وكان بعدها بأسبوع برضو الوحيد اللي سافر انا الوحيد الموجود يعني اسامة عراضي فضل تحت الاختبار اسامة عباس فضل تحت الاختبار ضي السيد نفس الحاجات انا الوحيد اللي اخذك كابتن جهري معافل معسكر الاعداد كابتن جهري نتيجة كابتن فؤاد شعبان كابتن فؤاد شعبان يعني صاحب الفضل الاكبر على كابتن حمدي كابتن انوار سلامة طبعا اللي اكتشفك في الاول ورشاحك لكابتناني مصطفى اه مع ان عمره مكلمني يعني حتى كان فيه ببقى فيه ايه دايما كان الدوري كابتن لعب كل اسبوع كل يوم جمعة فبيجي يوم السبت لازم الفريق الاول بيعمل مطش ودي لللعبة اللي ما لعبتش فاللعبة اللي ما لعبتش دول ممكن يكون عدد قليل بتاعه فيبتدوا ياخدوا من الواحد وعشرين اللي يلعب بقى واحتياطي انا كنت بتاخدها على طول بس عمري ما لعبت مطش باخد قاعد احتياطي بس ايه استني الفرصة لا ده قمة الفخر ان انا مبسوط وقاعد انا في الدرجة الاولى قاعد احتياطي مبلمس الكورة قاعد احتياطي في المطش الودي واروح بقى مع اصحابي بقى ومع اخواتي في كلنا في مطش انجاز ها انجاز يعني لا سعادة انك موجود